كابتن شانعي سألك سؤالين جنب بعض يعني فت انت مشيت للأهلي ليه؟ انضميت للأهلي وانت عندك كم سنة؟ انضميت للنادي الأهلي عندي 19 ونص تقريبا كنت بلعب بقى منتخب أولمبي وانا سنة صغيرة وكده فاهمك كابتن سيبت الله رحمه وتصبل كانوا متفقين معاي على كل حاجة وده التوقيت اللي انا رحت فيه كانت 98 بالزبط يعني مشيت ليه؟ مشيت من نادي الأهلي بص يعني أنا بقول حساباتي بتبقى مختلفة ما بقفش عند كلام كتير فيه تاريخ تحقق أضيعه زي وانا عارف عقلية النادي وجماعين هاجم مش هيتناسى ده اليوتيوب ما بيرحمش هقول بعض الكلام معيش أدلة فاهم؟ لكن في التوقيت اللي انا فيه ما كنتش هستحق اللي انا مشي لعبت خمسين مباراة من اتنين وخمسين مباراة جبت مكاني عناصر دفعت ستة سبعة مليون جنيه وانا كان عقدي خمسمائة ألف وكابتن الأهلي التاريخي وجبت اتنين لعيبة في نفس المكان ما لعبوش ماتش في النادي ولا ماتش وحتى في الماتشات ايو مشيت ليه؟ معرف؟ لا ما انت عكيد سألت والله ولا بس شخصتي مش كده لا يعتمش من النادي الأهلي ما تسألش انا مشيت ليه؟ لا اقول لك قلت ايه؟ والله العظيم الحمد لله دي نعمة كبيرة ربنا بيقول لك الرزق توقف ده ما تقوحش خلاص توقف علاقتك في ختام مشوارك مع النادي الأهلي مع مانويل جوزيك هتعمله ازاي؟ انا علاقتي مش بمدارب انا علاقتي بنادي يعني مانويل داعش ايه؟ انا بحب حب استير انا ليه سألتك السؤال ده ايوان عشان اتقال كلام وقتها انه حصلت مشكلة بينك وبالمانويل جوزيك حصل حاجة كده شد وجذب في الاخر مباراة في أنجولا وهو قريدي كده كده ارجعه بس عشان الناس بتنسى مانويل كان ميشي راح مسك منتخب أنجولا والنادي كان متدايق اللي هو ميشي من غير ما يستأذن تفهم حاجة؟ تفهم دي الحقيقة لان الكابتن حسن حمدي بقى اقول لك حاجة من الكواليس ما طلعتش في الاعلام ولا امر اتعمل معانا اجتماع بدون مانويل دقيقتين وبمانويل دقيقة ليه؟ اه والله لا مش ليه الاجتماع دقيقتين ومانويل دقيقة ليه؟ اجتماع دقيقتين هو النادي منويل ظن اللي النادي ما عرفش النادي خيوته في كل مكان جالهم تريفون اللي منويل خلص في أنجول فالكابتن حسن عمل معانا اجتماع عشان يبديلوا رسالة اللي احنا عارفين يعني هون كانش اقلو اه دي نوتف انا اول امرأس معه اما نعيد بقى اما انا بقول لك مع الوحد سندوليس وتفيه كتير اول بس انا النهار ده اقوله عادي خلاص عدى السنينة فتقال الكلام ده فكابتن حسن قاعد منويل جاله عارض من انجولا وافع له ماضى وهيمسكه من اول كذا شكرا خلاص احنا بمثل النادي الاهلي لازم نبقى رجان ثم منويل اه بنسلم انا عرفت فهو اتفاجئ الرجل فقال انا مثلا ايه علاقة منويل المزالة ما كده كده ماشي فاهم حايز اقول ايه ففي احيانا بقى اللي بيسرب حاجة بيزود حتة بقى بيأكد مثلا اللي شادي ممكن يمشي خلاص ده تخانقه مين اللي سرب الله اعلم اللي مش حبك تكون موجود لان لو اقعدت التاريخ كان حيوض اه يعني اللي سرب ده اللي مش حبك تكون موجود ده ممكن يبقى من الفرق الله اعلم الله اعلم ما بدورش ولا ده لان زي ما قلتلك الرزق توقف فلازم تؤمن بده وتقول الحمد لله وتتكلم على ناديك بشكل محترم